بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا ونسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم روى أهل السير في كتبهم أن الحيسمان بن عبد الله الخزاعي أنه أول من قدم مكة وأخبر أهلها بمصاب قريش ومن قتل في بدر بعد غزوة بدر والنصر الذي حققه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضوان الله عليهم وما نزل بكفار قريش من تلك الواقعة العظيمة فكان أول من وصل إلى مكة ونقل ذلك الخبر هذا الرجل فماذا نقل وماذا كان موقف قريش مما نقل ونقف على عدد من الأخبار نربط ذلك بآية اليوم الواردة في سورة آل عمران عندما قدم هذا الرجل بدأ يقص على قريش من قتل في يوم بدر قريش لم تصدق وقالوا لقد جنة أي مما رأى من هول المعركة أصبح يتكلم بما لا يعي صفوان بن أمية ووالده خرج مع الجيش وكان واحدا من من هلك فكان في الحجر وقال لهم لبعض من بدأ ينقل الخبر قال اذهبوا إليه واسألوه أين صفوان بن أمية صفوان لم يخرج يعني لعله فعلا أصابه من الذهول ما جعله يتكلم بما لا يعقل فقال صفوان في الحجر فعلموا أنه أخبر بأمر واقع أيضا أبو سفيان بن الحارث وكان ممن حضر فعندما رجع سأله أبو لهب وأبو لهب لم يخرج فقال له يا سفيان ماذا حصل فقال له سفيان والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلونا كيف يشاء أيضا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وخرج مع كفار قريش في غزوة بدر وكان يخفي إسلامه وأسر فعندما جاء به أسيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال العباس يا رسول الله أو قال يا محمد قال ليس هذا الذي أسرني ولكن رجل جميل الوجه هو الذي أسرني فقال الرجل الأنصاري يا رسول الله أنا أسرته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسكت لقد أعانك الله عليه بملك أيضا كان من صناديدي ومن عتاتي اليهود كعب بن الأشرف فعندما رجع الخبر إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل قبل دخوله إلى المدينة بعبد الله بن رواحة ليخبر الناس بما حصل في بدر فأخذ عبد الله بن رواحة وزيد بن حارث كان معه يخبرون الناس بمن قتل من كفار قريش وكعب كان الخبر يهمه وكانوا ينتظرون أن قريش تنهي محمدا ومن خرج معه من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه فعندما بدأ أسامة زيد وعبد الله بن رواحة يخبرون عن من قتل في بدر قال كعب بن الأشرف أحق هذا أترون محمدا قتل هؤلاء الذين يسمي هذان الرجلان قال فهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس والله لئن كان محمدا أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها إذن هذا هذا إدراك أنه كان أمر عظيم على الكفار ومصاب جلل وخرج كعب بن الأشرف معزيا إلى مكة يعزي قريش في من قتل من صناديدهم ويلقي الشعر عليهم ثم رجع وقلبه مملوء حقدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فمن الغيظ ليست عنده قدر على المنازلة فكان يشبب بنساء المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لي بكعب من الأشرف لقد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال محمد بن مسلم يا رسول الله أتريد أن أقتله قال نعم وفعلا قتله رضي الله عنه وكان قريبا له أيضا إيماءة الغفار عندما أقبلت قريش على بدر أمدهم وأعطاهم من السلاح والمال ثم أرسل إليهم قائلا إن أردتم من الرجال فأعطيكم فانظروا واسمعوا بماذا أنطق الله عز وجل القوم بأمرٍ وكلامٍ عجيب قالوا إن كنا نقاتل محمداً فمعنا من الرجال ما يكفي لقتال محمد وإن كنا نقاتل رب محمد فلا طاقة لأحدٍ برب محمد أنطقهم الله بهذا القول هذه النصوص التي جاءت في كتب السيرة وتخبر عن هذا الذهول والحيرة والتعجب التي أصابت من بقي من كفار قريش ومن أعوانهم من اليهود يهود المدينة والمنافقين الذين كانوا في المدينة فأصابهم هذا الذهول وبدأ التفكير في قضية الانتقام ولذلك صفوان أراد أن يسارع بالانتقام لأبيه فكان في الحجر بعد بدر بأيام قليلة ومعه عمير بن وهب وليس معهم ثالث إلا الله جل جلاله فيقول صفوان لعمير ليت لي قوة فأقتل محمدا وقال عمير لولا دين علي وعيال لذهبت إليه وتخفيت حتى أقتله قال صفوان دينك علي وعيالك مع عيالي وأن تقوم بهذه المهمة واتفقا على ذلك واتفقا على أن يكتم هذا الأمر حتى لا يعلمه أي أحد من قريش وكان عمير له ابن خرج في بدر وأسر فأراد أن يكون ذلك فرصة في أن يدخل المدينة متحججا بأنه يريد فك أسر ولده وأخذ سيفه وطلاه بالسم بحيث أي جرح بزعمه يصيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون قاتلا لدخول السم إلى جسده ودمه فقدم المدينة ويشاء الله عندما يصل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أول من رأى مقدمه من عمر فنظر إلى وجهه وتفرس رضي الله عنه وقال والله ما جاء إلا لشر فأخذه بزمامه برقبته ثم دخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال له يا عمر ائت به فدخل عمي وعمر كان خائفاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتركه يا عمر دعه قال اجلس يا عمير قال ما جاء بك قال هذا الأسير الذي عندكم قال ما جئت لشيء غير هذا قال لا إلا هذا قال وَلَا مَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ صَفُوَانَ فهنا ذُهِلَ عُمَيْرَ وقال والله يا محمد ما علم بهذا أحد إلا أنا وصفوان فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله وأسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أطلقوا له أسيره ما دام أسلم فاعطوه أسيره هذه الأحداث في تلك الحقبة وفي تلك المرحلة بعد بدر هنا عندما نقرأ هذه الآية الكريمة بعد أن أخبر الله عز وجل محذرا منذرا اليهود في المدينة نصارى نجران الذين كان منهم داك الموقف وحذرهم بماذا وأنذرهم ماذا أنذرهم بأنكم ستغلبون وتحشرون إلى جهنم فالله جل جلاله بعد التحذير والإنذار يذكر لهم الآية البينة على ذلك فما هي الآية التي خوطب بها اليهود في يومهم ذات بعد التحذير بعد التحذير بأنهم سيغلبون ويحشرون إلى جهنم قال الله عز وجل قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وَأُخْرَا كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَا الْعَيْنَ والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار باتفاق المفسرين أن المقصود باليوم الذي التقد فيه الفئتين هو يوم بدر يوم بدر يوم الفرقان اليوم الذي نصر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على كفار قريش يوم الفرقان اليوم الذي نصر الله فيه الحق وأعز فيه الحق اليوم الذي ظهرت فيه مبادئ الإسلام العظيمة في واقع حياة الصحابة رضوان الله عليهم قضية أن التضحية للدين والأخوة على الدين والعداء من أجل الدين عُتبة بن ربيعة سيد قريش في ذلك اليوم وقائدهم هو في جهة وابنه في الجهة الأخرى أبو حذيفة واحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبن والأب ينظر إليه ويتذكر وهو صغير في حجره يقبله ويحمله وهو الآن يقف معه في هذا الموقف موقف المنازلة وكم من من كان بهذه الصورة في ذاك اليوم العظيم ومصعب عندما يؤسر أخ له خرج مع الكفار أبو عزيز فيقول لآسره شد عليه فيقول أخوه يا مصعب أنا أخوه فيقول لست أخي هذا هو أخي هذه الأمور لذلك سمي ذلك اليوم يوم الفرقان اليوم الذي امتحن فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأول امتحان في هذه المبادئ العظيمة فظهر نجاحهم وظهر فوزهم والنجاح الأكبر والأول لمن رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نجاحه وهذه ثمرة دعوته وهذا ثمرة تعليمه وتزكيته فهو المعلم إن الله لم يبعثني معنة ولا متعنة ولكن بعثني معلما ميسرا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فهذه تزكيته لنفوسهم رضوان الله عليهم فلذلك سمي يوم بدر يوم الفرقان فهو فرقان في كل هذه الميادين فرقان بين الحق والباطل فرقان في أن الله لا يتخلى عن أوليائه وعبيده فرقان في أن من نصر الله نصره الله فرقان في أن الأخوة أخوة الدين فرقان في محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذن هذا اليوم العظيم الله جل جلاله يذكر اليهود ويذكر النصارى يقول لهم إن لم تنتفعوا بما ذكرت لكم من خبر فرعون لأنكم لم تحضروه ولم ترون ذاك اليوم العظيم وتلك الحياة يوم أن كان بنو إسرائيل ضعفاء أذلة قلة كانوا هم الصناع كانوا هم الذين يعملون هم الذين يكدون لقوم فرعون هم الفئة الممتهنة في مجتمع فرعون وقوم فرعون فعندما جاءهم موسى وآمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام وحالهم بتلك الحال وفرعون يقول لهم أنا ربكم الأعلى وفرعون يرى أن كل تلك البلاد وما فيها ومن فيها فهو ملكه يتصرف فيها بما يشاء والقوة بيده والمال بيده وهؤلاء قلة وضعفاء فيذكرهم الله كما مر معنا كدأ بآل فرعون كيف في سنن القوانين المادية والمقاييس للبشر كيف ينتصر أولئك القلة الذلة الذين هم في هوان على فرعون ولا يحتاج الأمر إلى أن يقاتلوا لما كانوا مؤمنين لما كان موسى يقول لهم عندما قالوا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فنصر الله القل على الكثرة ونصر الله الضعفاء على الأقوياء ونصرهم الله وملكهم تلك الديار وجعلهم المستخلفين فيها وأهلك عدوهم فيقول لهم إذا لم يكن لكم عبرة في الماضي لأنكم ما رأيتم وما عشتم وما عايشتم وعاصرتم فهل لا نظرتم إلى شيء تعيشونه هل لا رأيتم إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حين خرج ومعه النفر ولم يكن خروجهم أنهم يتوقعون أن يواجهوا قتالا خرجوا ليلقوا عيرا حتى ذكر بعض أهل السير أنه لم يكن معهم أسياف إلا عدد قليل لا يتجاوز العشر وليس معهم إلا فرسين كيف هذا العدد وخرج بهذا المقصود ثم يرى أمامه جيشا خرج لكي يقاتل فقط مجرد هذا الشعور النفسي ناهيك عن المفارك في العدد ثلاثة أضعاف العدد شيء لا يحصى وهم في الطريق كل من مروا عليه يعطيهم من السلاح ثم ينصر الله عز وجل ذاك العدد القليل بالعدد القليل بنفسية لم تخرج لكي تقاتل بهذه الأمور الثلاثة قلة في عدد قلة في عدد نفس لم تخرج مهيئة لأن تقاتل في مقابل من هو أكثر في العدد ثلاثة أضعاف أكثر في العدد بقدر عشرات المرات في المضاعفة بنفسية خرجت لكي تقاتل والله عز وجل غالب على أمره فيقول الله عز وجل لهؤلاء قد كان لكم طبعا هذا الخطاب لمن أغلب علماء التفسير أنهم وجه لأهل الكتاب اليهود الذين كانوا في المدينة والنصارى نصارى نجران الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل المقصود عموم الكفار حيث كان فيما حول المدينة ما زالت كثير من تلك القبائل الباقية وكان ولاؤها لقريش فيكون أيضا داخلة في الخطاب فيدخل في ذلك إذن اليهود والنصارى والكفار الذين كانوا حول المدينة فيقول الله عز وجل قد كان لكم يعني ألم يكن لكم عظة وعبرة تتأملون فيها وتستدلون بها على صدق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن الله نصره وأيده والحال ما علمتم والحال للكفار ما علمتم هل لا كان لكم في ذلك عبرة وعظة فتقبلون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤمنون به بهذه الآية التي ترون إذا لم تكتفوا لا بما جاء في كتبكم من الأوصاف المطابق لوصفه ولا بما جاء في القرآن من الآيات المخبر عن أحوال أنبيائكم وعن آبائكم وما كان في تاريخكم ولا بما جاء في القرآن من التشريعات التي تتتفق مع ما عندكم في كتبكم فإذا كل هذا ما أثر فيكم لا الأوصاف التي عندكم مكتوبة وتعلمونها كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وكما قلنا هل يخفى على الإنسان ولده لو وضعت ولدك بين مئة طفل ثم قيل لك أخرج ولدك من بين هؤلاء هل يخفى عليك ابنك فهؤلاء ما وصلوا إليه من المعرفة بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر الله أن تلك المعرفة عند علمائهم كمعرفة الأب لولده ومع ذلك ما آمن إذن ما هي القضية ما هو الإشكال ذكره الله عز وجل أعظم الأمراض وأسوأ الأمراض وأقبحها وأخطرها أمراض من وجد شيئا منها لا ينبغي أن يتهاون في علاجه مرض الحسد ومرض الكبر أخطر الأمراض إذا وضع ذلك في قلب في قلب الإنسان وقبله وما عالج نفسه فكل منه ما يفتك به فالحسد يمنع الإنسان أن يكون ناصحا لا للناس ولا لنفسه والكبر يمنعه أن يقبل الحق ما يقبل الحق لسبب الكبر فالله عز وجل كما مر معنا في سورة البقرة وفي آيات وفي مواطن يجلي ذلك للصحابة كما قلت والله وكأن الله عز وجل يفتح تلك الصدور ويشق تلك القلوب وكأن الصحابة ينظرون إلى ما في تلك القلوب يطلعهم الله عليها بيقين وأن تلك القلوب امتلأت حسدا وكبرا فلذلك ما تقبل فيقول الله لهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم لأن الكبر إذا امتلأ به القلب فإنه والعياذ بالله يعاقب صاحبه بأخطر عقوبة تنزل من السماء على الأرض ما هي وهي أن ذاك الإنسان المتكبر يعمل يعمل الله عز وجل بصيرته فلا يقبل الحق أبدا قال الله عز وجل سأصرف سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق الله يطمس على قلوبهم ويصرفها فمهما فمهما تتلى على هذا الإنسان من الآيات المقروة ومهما يوقف ويرى من الآيات المرئية فإنه لا يقبل لماذا؟ لأن الله عاقبه جريرة ذاك الجرم العظيم الكبر والاستعلاء فالله عز وجل يذكرهم بالآيات ويذكرهم بالتأريخ وعبر التأريخ ومن التأريخ يذكرهم بالأنبياء والأمم أممهم معهم ثم يخص من بين ذلك بالذكر الصريح بمن كان له مساس مع آبائهم هم فقال كدأب آل فرعون والذين من قبله ومن الذين من قبله قوم نوح قوم إبراهيم قوم لوط قوم شعيب كلهم أهلكهم الله فيذكرهم بالإجمال ثم ينص على فرعون لأن له ارتباط معكم أنتم مع آبائكم بن إسرائيل ومع ذلك معتباو ثم يأتي التذكير هنا لهم بهذا الموقف القريب منهم الذي وقت نزول الآية ليس بينه بينه إلا أيام فيذكرهم بموقف قريب أنتم رأيتم ورأيتم كيف أن الله ينصر أولياء فهل لا هذا يكون لكم فيه عبرة أن تعود إلى الحق وأن تترك الكفر والله عز وجل أعلن وعدا في كتابه والله لا يخلف الميعاد قال الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا ولا تتخيل أبدا أن أهل الكفر ينتصرون على أهل الإيمان حين يكونون قائمين بأمر الإيمان وأما من يقول كيف ينتصر علينا أهل الكفر ونحن مسلمين ونحن مؤمنين وكأنه يريد أن يقول كيف والله وعد بالنصر والبعض يريد أن يبرر فيقول النصرة في الآخرة والسعادة في الآخرة وليست في الدنيا وليس هذا المغاد بل الله وعد أن يكون النصر في الدنيا قبل الآخرة ولكن متى عندما تكونون أهل الإيمان وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولذلك أحد عندما وجد من لم يتصف بهذا الكمال وتخلف عن هذه المنزلة وإذا بالأثر يقع على الجميع منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة يقول ابن مسعود والله ما كنت أظن أن فينا أحد يحب الدنيا حتى ذكرها الله في القرآن منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ففي هذه الآية أيضا ونحن نقف معها نريد أن نتأمل إلى تلك المواصفات التي ذكرت هنا على صورة الإجمال لأن العبر هو في الخطاب لبني إسرائيل ليعتبروا بهذه القضية وأن توضع موازين عظيمة للناس وللمسلمين في هذا الأمر فيقول الله عز وجل قد كان لكم آية علامة واضحة تتحقق بها إقامة الحجة عليكم في فئتين التقتا مجموعتين التقتا للقتال وكما قلنا بدر هو موعد اللقاء هذا ومن الذي التقى في بدر الفئة المؤمنة من يمثلها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليه أصحابه ذاك العدد ثلاثمائة وبضعة عشر نفرا ليسوا كلهم رجال بل هناك أيضا من هم شباب في مقتبل العمر سعد بن أبي وقاص كان له أخ اسمه عمير صغير خرج معه لكي يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج فخرجوا في أول الأمر وعندما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون قتال فعرض من خرج معه مرة أخرى فكان في من خرج عبد الله بن عمر فرده النبي صلى الله عليه وسلم لصغر عمره والبراء رده النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه عمير أخو سعد رأى ذلك فكان إذا مشى سعد يختبئ خلفه ويبكي يبكي من ماذا ويرتجف من ماذا فقال له سعد ما بك يا عمير لما تبكي قال أخشى أنني لو عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردني كما رد عبد الله وأنا أريد أن أستشهد في سبيل الله فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم فرده فبكى فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هذه الفئة الأولى وأما الفئة الثانية هي قريش يقودها عتبة ومعهم فرعون هذه الأمة أبو جهل ابن الحنظلية وهو من هلك في يوم بدر وفئة خرجت بطرا أشرا تريد أن يعلو الباطل وأن يذل الحق وهذه الفئة الثانية فقال الله عز وجل قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ولاحظوا هذا التركيب العجيب حيث أن القضية هنا قضية مجملة كيف كان الإختصار أربعة أوصاف ذكر وصفين لكن كل واحد منهما يدل على شيء على ما يقابله فهما فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وفئة كافرة تقاتل في سبيل الشيطان فذكر الله في الفئة الأولى مقصود المقاتل تقاتل في سبيل الله وما ذكر وصفها وذكر في الثانية وصفها وما ذكر تقاتل من أجل ماذا فيكون قوله تقاتل في سبيل الله أي أن الثانية تقاتل في سبيل إبليس والثانية كافرة أي يقابلها الأولى وهي مؤمنة واضح فذكر في الأولى شيئا يدل عليه في الآخر شيء يقابله لم يذكر فيكون في ذكر الأول دلالة على الثاني الذي لم يذكر في الفئة الثانية وذكر في الثانية شيء يقابله شيء في الأولى فلم يذكر ففي الأولى لم يذكر وصفهم وهم أهل الإيمان وذكر مقصود الخروج أنهم يقاتلون في سبيل الله فهي فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله الثانية فئة كافرة فنص على الكفر تقاتل في سبيل الشيطان ليكون ذلك في المقابل لقوله في الأولى تقاتل في سبيل الله وهذا الفارق العظيم في قضية الجهاد والقتال والحرب فقضية الجهاد هذا المصطلح الشرعي الذي يراد به القتال في سبيل الله حتى حتى يقوم الحق والعدل ويلتزم الناس بأحكام شريعة رب الأرباب سبحانه وتعالى هذا مقصود الجهاد وهذه غايته أن يتحقق في الناس العدل وأن يلتزم بأحكام الشرع وأن لا يكون هناك أحد يمنع أحدا من أن يريد أن يسلم فيرد عن ذلك بمعنى يترك للناس اختيارهم لا إكراها في الدين فهذه هي الغاية والمقصد من هذا من هذه الشعيرة الشرعية والجهاد نعلم أنه لم يشرع في العهد المكي بالسنان وإنما شرع باللسان وللسان جهاد كما أن للسنان جهاد ودليله في كتاب الله وجاهدهم به جهادا جاهدهم بماذا بالقرآن جهاد الكلمة فسماه الله جهادا ففي مكة منع أهل الإسلام من جهاد السنان وأذن لهم في جهاد الكلمة وأما جهاد السنان فالله عز وجل قال لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة ثم عندما شرع له ضوابطه وله مراحله وله أحكامه وليس الأمر فوضى وليس الأمر عبث وليس الأمر كل يدعيه وإنما الأمر منضبط بمقاصد وبأهداف وبحكم وأحكام عظيمة جدا ولم يترك الأمر لماذا؟ لأن دم الإنسان أغلى ما في هذه الدنيا وإذا كان الحكيم جل جلاله يضبط الأمر للمسلم في أدق الأشياء فهل نظن أن الأمر يترك في أمر الدماء والأرواح ليعبث به كل أحد فلذلك هذا الأمر منضبط بأحكام شرعية عظيمة وليس الأمر كما قد يظن وكم عندما ينفك الناس عن الانضباط بضابط الشرع وبأهل العلم الذين يدركون ذلك كم يقع في الأرض من الفساد وكم يقع من الجور والظلم والتعدي وكم يكون إطلاق هذه الكلمة سبباً في صد الناس عن الدين وعن الإسلام فلذلك هذه المسألة إذن أولاً أن الجهاد شعيرة من شعائر الدين والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه ثم أنه لما كان شعيرة دلنا على أنه هو كلية عظمى من كليات الدين والأمر العظيم وجدنا أن الطريقة القرآنية والسيرة النبوية أن يبين ذلك للناس على أحسن تفصيل وأكمل بيان فكان هذا الأمر محاطاً بتلك الأحكام الشرعية المتعلقة به ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد وغزى وأرسل للجهاد وجهز وأمد وأعد وأن هذا كله من فعله صلى الله عليه وسلم فهو علم وأعلن ورب وهي وأعد عليه الصلاة والسلام وجهز غازياً وهو صلى الله عليه وسلم غزى فإذاً هذه الأعمال كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنجزها وشارك فيها صلوات ربي وسلامه عليه وبدر كانت أول غزوة شارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فإذاً فئة قال قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله إذن هذا المقصود الرئيس لما يدخل هذا العمل تحت هذا المسمى أن يكون القتال في سبيل الله قيل يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم الرجل يقاتل حمية فمن في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هذا في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وبدر خرج رجل من أهل المدينة ورأى قومه خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعندما رأى قريش أقبلت جاء وقال أريد أن أقاتل معكم قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أسلمت؟ قال لا قال إني لا أستعين بمشرك كرر الرجل يريد أن يدافع مع قومه فرده النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثانية والثالثة فأسلم الرجل فدخل معهم وأذن له فئة تقاتل في سبيل الله في طريقه أي أنها في وضعت نفسها في هذا السبيل فهي في وسطه سائرة على هذا السبيل في سبيل الله أي لا في سبيل غيره وأخرى كافرة وبيّن في الفئة الأخرى السبب الذي جعلها لا تكون في سبيل الله وهو الكفر فذكر السبب الذي جعلها تكون في سبيل الشيطان فما الذي أخرجها من سبيل الله وجعلها في سبيل الشيطان هو كفرها بالله وهذا محور العداوة محور العداوة قال الله والله أعلم بأعدائكم وقال إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبين واضح فإذن يُخبروا ربنا عز وجل عن بيان هذه القواعد العظيمة فإذن الذي أدخلهم ليكونوا في سبيل الشيطان وهم يقدمون أرواحهم إنما هو كفرهم بالله والكفر هو الذي أعمى بصائرهم فعميت ولم يروا الحق هذا الأمر أين الآية التي يُخبر الله عز وجل عنها يعني الآن يقول قد كان لكم آية عظة وعبرة في ماذا في فئتين التقطة طيب يحصل القتال كثيرا أين موطن الآية موطن الآية في قوله عز وجل يرونهم مثليهم رأي العين يرونهم مثليهم رأي العين هنا في هذه الجملة وقف العلماء وتأملوا متدبرين من المقصود بقوله عز وجل يرونهم من الذي يرى ومن الذي يرى مثلي فمن العلماء من قال يرونهم أي المخاطب أهل الإيمان الفئة المؤمنة أنهم يرون الكفار مثليهم يرونهم الضعف وهو أقل من الحقيقة لأنهم ثلاثة أضعاف هؤلاء ثلاثمائة وأولئك ألف بمعنى أنه قلل في نظرهم أعدادهم فرأوا أن الزيادة ليست كثيرة هذا على قول ومن العلماء من قال يرونهم مثليهم أي أنهم ولاحظوا هذا استنباط حقيقة لطيف ومن من قال على أن الأمر على ظاهره وأن المقصود أهل الإيمان رأوا الكفار بأعدادهم يرونهم أي أن أهل الإيمان رأوا أهل الكفر بأنهم أعداد كثيرة وعلموا أنه إن يكون إن يكون نصر فهو من عند الله فإن أهل الإيمان علموا أنه لا طاقة لهم بأهل الكفر إلا أن ينصرهم الله وأن هذا الأمر ظهر لهم فعندما يقول قد كان لكم آية في فئتين التقطة فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين أي يا أهل الكتاب يا يهود يا من كانوا في المدينة وكانت بينهم وبين الأوس والخزرج علاقة وجوار وتجارة وربما مصاهرة بل وقعت المصاهرة أي اسألوا هؤلاء ألم يكونوا عند المنازلة رأوا الكفار بأنهم أكثر منهم ومع ذلك وأدركوا أنهم لا نصرة لهم إلا أن ينصرهم الله فاستعانوا بالله فنصرهم الله يعني بمعنى اسألوهم فسيخبروكم هذا إذا قلنا على أن يرونهم مثليهم رأي العين المخاطب من المخاطب أهل الإسلام يرونهم فهم 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 أن الذين يرى هم الفئة المؤمنة يرونهم مثليهم رأي العين والرأي هنا أيضا بالنسبة هذه الفئة ما المقصود رأي مثليهم رأي العين على قولين إذا قلنا الآن الذي يرى هم أهل الإيمان يرونهم طيب مثليهم رأي العين أيضا هنا يقابل ذلك القول الأول يرونهم أنهم أكثر منهم وأنه لا قدرة لهم عليهم إلا أن ينصرهم الله هذا الأول الثاني أن أهل الإيمان يرونهم مثليهم وأن حقيقة الأمر أنهم ثلاثة أضعاف فالله قلّلهم في أعينهم ورأوا وأنهم إن كانوا أكثر لكن ليست كثرة كثيرة تعجزهم أن ينازلوهم وأن ينتصروا عليهم فأين الآية أنه جعلهم في أعينهم على عدد لا يشعرون بالرهبة في مواجهتهم فنازلوهم فانتصروا عليهم إذن هذا على قول أن يرونهم المقصود به من أهل الإيمان القول الثاني يرونهم المقصود به كفار قريش يرون ماذا يرون أهل الإيمان مثليهم أي أن الله كثر المؤمنين في أعين الكفار فأصبح ينظرون إليهم كأنهم أكثر منهم عددا وكأنهم ملأوا الوادي أمامهم فبينما كان عدد المسلمين ثلث عدد الكفار أصبح الكفار ينظرون إلى هؤلاء الذين هم ثلث عددهم وكأنهم ضعف عددهم فتكون الآية أي في هذا الأمر الذي ترتب عليه أنه وقع الرعب والخوف في قلوب أولئك وكما قال أبو سفيان بن الحارث يقول كأننا ماذا دخلنا المعركة وكأننا يسلم وأكتافنا لهؤلاء يقتلون فينا كما يشاء واضح فإذا هذا على القول الثاني القول الثالث يرون المقصود به نفس المخاطبين قد كان لكم آية أي المقصود اليهود كيف من قال بهذا القول قالوا ممن حضر وشاهد المعركة عن بعد بعض اليهود وأنهم رأوا هذا الأمر رأوا أن أهل الكفر ضعف أهل الإيمان وأنه ليس بإخبار بل برؤيا رأوها فكيف لا يعتبرون وكيف لا ينقلون ذلك إلى قومهم وكيف أن الله أيد رسوله صلى الله عليه وسلم فإذن هذه ثلاثة أقوال للمفسرين في تقريب معنى الآية ولعل أظهر هذه الأقوال ما حاول أن يجمع بعض العلماء أنهم يرونهم مثليهم رأي العين أن الله جعل ذلك عند الفئتين فكل فئة ترى في الآخر فلذلك أن المؤمنين يرون ذلك أنهم أقل من تلك الأضعاف فيكونون في عينهم أقل وأن أهل الكفر ينظرون إلى أهل الإيمان على أنهم أكثر ثم يقول الله والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد يقوي بنصره ومن نصر إلا من عند الله من يشاء من عباده فمن كان سائرا في سبيله صادقا في ذلك فالله عز وجل ينصره إن في ذلك لا عبرة لأولي الأبصار إن في هذا الحدد بهذه الكيفية فيه عبرة والعبرة مأخوذة من العبور ففيه عبرة أي تنقل الإنسان من مكان إلى مكان فيه عبرة تنقل الإنسان من الكفر إلى الإيمان لو أعمل عقله فيها عبرة عظة تنقل الإنسان من المعصية إلى الطاعة هذه العبرة تنقل الإنسان من التعند إلى اللين والرفق عبرة فالعبرة إذن تنقل الإنسان من حال إلى حال عندما يتأمل هذه العبرة إن في ذلك لعبرة لكن لمن لأولي الأبصار والأبصار تطلق على الأعين وتطلق على إبصار القلوب تطلق على العين الباصرة وما ترى ويطلق على بصيرة القلب على بصيرة القلب ولذلك وهنا يعني في في قصة بدر وفي حادثة بدر في قصة لها ارتباط بقضية عمل بصر وأن الأعمى حقيقة هو من عمي قلبه فهناك كان امرأة من اليهود اسمها عصماء بنت مروان اليهودية وكانت هذه المرأة تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلامها وتنظم الشعر في مذمته صلى الله وسلم وأصحابه وعندما خرج إلى بدر اشتد لسانها في الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم ونظمت أبياتا فسمعها رجل من الصحابة اسمه عمير ابن عدي وكان رجلا أعمى كان رجلا أعمى فماذا قال قال والله لئن رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا لأقتل فعندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر منتصرا أخذ هذا الصحابي فاقد البصر سيفه سيفه وحتى أتى إلى دارها ودخل عليها وتحسس حتى أدرك أنها هي ثم قتلها ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وصل معه وأخبره بما فعل وقال يا رسول الله هل علي من شيء فقال له النبي صلى الله وسلم أفي هذه ينتطح عنزان لا ينتطح فيها عنزان وكان هذا أول من قال هذه الكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرها في هذه الحادثة لعدي بن عمي الذي ذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع عن من يؤذيه عليه الصلاة والسلام وهذه أيضا مما رافق أحداث بدر يوم الفرقان ذاك اليوم العظيم فلذلك أظهرت بدر ما في تلك الصدور التي كانت منافقة فأعلنت من كفرها وكما رأينا من كعب بن الأشراف ورأينا من هذه عصماء ورأينا من أبي عمير الراهب الذي كان يسمى راهبا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وسماه بأبي عمير الفاسق وكيف أنه مات طريدا شريدا لأنه كان يدعو ويقول عن نفسه وعن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أينا أقطع للرحم وأفسد في الأرض فاقتله طريدا شريدا غريبا وهو يريد كأنه سلم هو الغريب وهو الطريد وأنه سيموت كذلك وإذا به بعد أن انتصر النبي سلم في بدر خرج فار إلى مكة عندما فتح أنه سلم مكة خرج إلى الشام ومات هناك طريدا شريدا فريدا غريبا فلذلك بدر كانت فرقان في ميادين كثيرة جدا ميزت صدق الصحابة ذاك في بدر قبل المعركة كان يخاطب الصحابة أشير عليه هل تقاتلون أو لا قال أبو بكر فأحسن وقال عمر فأحسن ثم قام المقداد فقال فأحسن ورسلم يقول أشير علي أيها الناس يريد من الأنصار ليش لأن الاتفاق الذي بينه وبينهم في العقبة أنه إذا جاء إليهم يدافعون عنه في المدينة ما يدفعون عنه عن أهلهم وأولادهم والآن هم خارج المدينة فما يريد أن يدخل حتى يرى هل هم يقبلون أو لا فقال سعد بن معاذ يا رسول الله كأنك تريدنا قال نعم فتكلم فأحسن فقال لهم النبي صلى الله بعد أن سمع قول سعد أبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين فإذا هذا الفرقان العظيم الذي وصف بهذا الوصف وذكره الله عز وجل في كتابه وبيّن يوم الفرقان وماذا كان فيه وكيف نصر عباده وأولياءه فهنا يذكر به على صورة الإجمال على صورة الإجمال لهؤلاء الذين زاغت قلوبهم وهؤلاء الذين لبسوا ولم يقبلوا وستندوا على المتشابهات في القرآن وتركوا المحكمات فالله عز وجل يذكرهم بهذه الآية ويقول لهم إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار فهذا فعل الله وهذا صنيعه وهذا نصره والله جل جل جلاله هذه سنته وكان حقا علينا نصر المؤمنين فنسأل الله أن ينصر عباده وأولياءه وأن يعز دينه إنه جواد كريم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين في كل مكان وأن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه وسوء نسأل الله جل جلاله من أرادنا وأراد المسلمين بسوء أن يشغله في نفسه وأن يجعل كيده ومكره وتدبيره تدميرا عليه إنه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر